اهلا وسهلا بحضراتكم مرء اعزائي المشاهدين احمد النهاردة كنت عايز تتكلم اكتر عن النادي الاهلي وتشكيلات النادي الاهلي اللي فعى لموسماني طبعا بيتسو موسماني من الواضح انه هو كمان في الودية الاخيرة كرر انه يلعب الموسم ده الاقرب لنا اللي هي 3-4-3 واضح انه هو مجهز كذا تشكيل النادي الاهلي عنده في اكتر من مكان يعني في حراسة المرمى مثلا ده التشكيل اللي بدأنا بيه مبارات الزمالك عندنا محمد الشناو في حراسة المرمى التلاتة اللي وراء حمدي فاتحي ايمن اشرف بدر بنون هو الباك بيبقى اسمه باك جناح ظهير جناح يعني بيتقدم لقدامه بيدافع علي معلول ناحية الشمال واكرم توفيق ناحية اليمين الاتنين اللي في النص عمر السلية وديانج الاجنحة بتاعتنا بيرسي تاو وافشل اللي بيخشوا دايما لجوة وقدام محمد شريف طب من اللي هم برضو يعتبروا اساسيين او اللي هم في التشكيلة التانية برضو في فكر بيتسو موسماني نبص عليهم في حراسة المرمى فيه علي لطفي وفيه مصطفى شوبير وفيه حمزة علاء دول برضو حراس كلهم ممتازين نيجي للدفاع مين اللي يقدر يلعب مكان حمدي فاتحي اللي هو المساكي التالت لان احنا بنلعب ثلاثة فلات مين اللي في النص يقدر يلعبها رامي ربيعة ويقدر يلعبها محمود متولي رامي ربيعة لعب في المباراة الاخيرة وقدم مواردود قويس جدا مباراة مينية سامنون مينية سامنون محمد هاني ناحية اليمين برضو اللي لعبها مساك يمين وياسر إبراهيم موجود كمساك أيصر برضو يقدر ايمن أشرف برضو معهم يعني فيه اكتر من حل قدام بيتسو موسماني الحل اللي فاجئني به بيتسو موسماني واللي اعتقد انه هو بيفكر فيه وبرضو حل مهم جدا هو وجود حسين الشحات في المركز بتاعه اللي كان بيلعب فيه في مصر المقصة اللي هو الظهير الجناح اليمين حسين الشحات في المكان ده في المباراة دي عمل 3 أسست وسجل هدف اه صحيح المنافس مش قوي بس انت في المباراة الودية ممكن بتجرب بعض الحاجات اللي المدرب يستفيد منها زي وجود حسين الشحات في المكان ده ممكن يكون أفيض من أكرم قدام الفرق الضعيفة اللي هي مش الضعيفة اللي هي بتأفل فانت محتاج واحد هجومي أكتر محتاج ان انت ترميله كورة وهو يعمل العرضيات كتير في حسين الشحات مميز في الحتة دي قوي أكرم هيبقى مميز في المباراة القوية اللي هي قدام الفرق اللي هي زي المباراة الأفريقية تحديدا لأن أكرم مميز على المستوى البدني الناحية التانية كريم فؤاد قدم مباراة هيلة كريم فؤاد باك يمين ماشي باك شمال ماشي جناح ماشي بيلعب وسط ملعب لعيب هاي المكسب كبير وبصراحة استحق برضه فرصة اعتقد انه هيخد الفرصة في الفترة الجاية الاثنين الارتكاز عمار حمدي وأحمد عبدالقادر ده برضه مع السلية ومع ديانك الأجنحة بتاعتنا طاهر محمد طاهر لويس ميكوسوني مع بيرسي تاو مع أفشا مع كهربا مع صلاح محسن كل دي أجنحة في الموجودة قدام حسام حسن وصلاح محسن بيلعب مع محمد شريف إذن الفكرة بتاعت بيتسو موسيماني انت معاك سكواد أقوى سكواد في أفريقيا حاليا سكواد النادي الأهلي يعني أقوى سكواد في أفريقيا معك بودلاء في كل مكان وفيه محمود وحيد على فكرة برضه باكليفت ما ننساهوش يعني ده فيه لعيبة كمان يعني بسم الله ما شاء الله السكواد قوي جدا 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 وفيه كهربا وفيه كهربا فيه صلاح محسن قدام محمد محمود برضه فيه محمد فخري فيه سكواد قوي جدا يعني سكواد بسم الله ما شاء الله رائع برضه الفكرة انه هو وجود المساك الثالث بيتسو مسماني اللي فكر فيها أعتقد ان هو بسبب وجود بعض المشاكل الدفاعية في الموسم اللي فات بدأ يفكر التفكير ده يعتمد على الأطراف بشكل كبير جدا ولكن بشوف ان الطريقة دي برضه أعتقد ان اللي بيدور في عالم مسماني حاليا طب أنا قدام الفرق الضعيفة اللي هي مش الضعيفة بمعنى ضعيفة الفرق اللي هي بتقفل قدامي بتقفل قدامي بتلعب دفاع منطقة طول المتش هل ألعب بتلاتة أربعة ثلاثة بالأربعة اتنين ثلاثة واحد اللي هيبقى في يدلي يعني ده ده السؤال في إليل اتنين حمدي فات حيطلع لعب من وسط الملعب ده ما بين الشوطين مثلا ويلاعب حد مهاجم فهتبقى أن الطريقة قلبت من ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة اتنين ثلاثة واحد تعال نشوف في المباراة والدية ايه أبرز المكاسب مين اللي معاك كورة ده ده رامي ربيع اللي معاك كورة بص التمرير الطولي المميز بتاع رامي ربيع هو اللي بدأ الهدف وتحرك حسين الشحات المميز حسين الشحات قدام الفرق دي لما بيتحرك في الجابهة دي أعتقد أنه يصنع الفارق أه صحيح المنافس أقرارها تاني المنافس مش قوي ولكن انت في التجرب دي بتستفيد من بعض النقاط حسام حسن لازم نديله حقه مهاجم قناص مهاجم داخل الصندوق سترايكر زي ما قال الكتاب هداف بيتحرك كويس جدا قوي جدا بدنيا هيفيدك في المباريات الأفريقية نجيب برضو الهدف التاني نتكلم على كريم فؤاد برضو نديله حقه لأنه لعيب مميز جدا بص الأوفر بتاع كريم فؤاد الشرط التاني راح نحيط اليمين الشرط الأول كان نحيط الشمال الشرط ده بص الأول على حسام حسن وإيه لعيبها ليه حسام حسن طبعا بسم الله ما شاء الله قوي جدا في الالتحامات والهدر بتاعه كويس هو نوعية مختلفة بتديك نوعية مختلفة عن محمد شريف محمد شريف قاع على الأرض هيفتح مسحات هيتحرك بشكل كويس مهاجم وهمي لكن حسام حسن مهاجم نموذج التوجيه التوجيه بتاعه ضربة الرأس مميز جدا في الضربات الرأس وفي الاتحامات الهوية والأوفر بتاع كريم فؤاد أوفر عالمي كمل كريم نحن المفروض كابلستاني إن شاء الله يوم الجمعة عندنا لقاء نادي قولنا الفكرة اللي في دماغ فيتسو موسيماني أو الأفكار بلاش فكرة واحدة يبقى الأفكار اللي هيكلم أو اللي هيفكر فيها بيتسو موسيماني خلال فترة القادمة نحن عندنا إن شاء الله يوم الجمعة مطش المأولين وعندنا يوم الاتنين مطش غزل المحلة في المحلة في الاستاذ لحد ما يبقى فعلا يعني فيه صعوبة صعبة علينا شوية في لعب المباراة عليه وإستخدام حسن المباراة فعلا كان فيها مشاكل فنية كثيرة طيب إيه مشكلتنا في المباراة دي مشكلتنا في المباراة دي إن الفرق اللي قدرنا زي ما على أحمد دايما بتلعب بطريقة واحدة وهي زون ديفينزا أي أن كان الفرق لكن معظم الفرق السنادي واضح إنها بتلعب بالأربعة الوراء هنشيل واحد أربعة اثنين تلاتة واحد واضعا في الاعتبار إن أحد الاثنين دول في خطر وسط بيرجع لمركز المساك التالي وتتحول الطريقة في حالة هجوم النادي الأهلي لما يشبه الخمسة اثنين اثنين واحد وبالتالي بنلاقي في زحمة في نص ملع المنافس وبيسيبوا لنا خالص تماما نص ملعبنا نعمل في كل المسافة دي احنا بنطلع بالهجمة زي ما احنا عايزين مشكلة بنيجي هنا في الحتة دي يبقى عندنا الأزمة في الاختراك أنا أعتقد مع الشرح اللي قاله أحمد مبارات منية سمنود واللي احنا شوفناه السنة دي واضح جدنا بيتس موسيماني لقى الحل بتاعه في الثلاثة أربعة ثلاثة لأن هي فعلا الطريقة اللي بتكسر الجمود في طريقة خمسة أو طريقة أربعة لأن الفريق المنافس بيبقى عنده أزمة في المراكمة النهاردة ثلاثة أربعة ثلاثة ما بتعتمدش خالص على القراط العرضية إحنا ملعبش كرصات حتى بيتس موسيماني أكد المعلومة دي فيه ردا على سؤال أحد الزملاء الصحفيين في مباراة البنك الأهلي بيقول له اللعيبة كانت بتعمل قراط عرضية كثيرة لأول قال له ما تطبتش كده اللعيبة كانت مضطرة تعمل كده كمان أصعب من مباراة مقاولين مش نخلط لسكوة طبعا كابت محمد عودل أمانة عامل فرقة محترمة جدا السنة دي غاز المحلة يحتل المركز الثالث كسب في المباراة الأخيرة 3-0 ومتعدلين مع الناجل مصري 1-1 في أسبوع الأول في السبع نقاط يحتل المركز الثالث فرقة وإحنا كويسة الملعب سيئ ملعب غاز المحلة من الملاعب الكريات الملعب المحلة دايما بالنسبة للأهلاوية مش كويسة وإحداثياته غريبة بصراحة إحداثيات الملعب أحتاجها تتعدل شوية فأنا أشوف أننا فعلا محتاجين نعمل نفس اللي عملناه مع نادي الزمالك وعملناه مع نادي إسماعيلي ما تسبش اللي قدامك يشم نفسه نادي الزمالك سيبنال لكور أول خمس دقائق نشوة البدايات وبعد أول خمس دقائق شكرا ثلاث أهداف في أقل من عشر دقائق لغاية دي خمسة وعشرين صدمة بتعمل له شوك زي نادي إسماعيلي شوك أو بتكبره أن يلعب زي كابتن خالق جلال في مطش البنك الأهلي ما تهجمش خمسة واربعين دي قدامنا الشروط الأول هجمة واحدة بس للبنك الأهلي وبالتالي هو ده اللي احنا عايزين عايزين نشوف نفس التاكتب بتلعب نفس الضغط نفس فتح المسحب نبعد تماما عن القرات العرضية نحاول على قد ما نقدر نلعب على المساحة والاختراكات اللي احنا بنختاركها ما بين الفول باك وما بين الاتنين بس سكين وفي نهاية كلامي أتمنى عن مستوى الشخصي يوم الاتنين الجاي نعمل سكور في غزل المحل عندي سؤال برضو عندي سؤال تكملها الكلام كريم طب احنا قدام الفرق اعتقد ان السؤال ده برضو بيدور فعال لبيتسو موسيماني انا قدام الفرق اللي هى المقاولين المقاولين اكيد كابتن عماد النحاس انا كنت حاضر مبارات الاهلي والمقاولين الدور التاني لعب دفاع منطقة قفل المساحات هل انا لما العب 3-4-3 هتنفع قدام الفرق دي ولا انا خسران واحد وراه ارجع لطريطي قدام الفرق دي الاربعة اتنين ثلاثة واحد كابتن الاسلام رضي عليك قالك انا انا اقوم ببساطة ما هلاقي اللي قدامي تفتر والله ازوق حمدي فتحي حمدي فتحي قدام زي ما عمل مع ربيعة قدام منية سمنوت ربيعة انت شفت ربيعة كان بيلعب ازاي كان بيلعب كارتكاز بيلعب كارتكاز تالت اه اه هيبقى فيها تلات ارتكاز ولكن اقدر اشوف كده مثلا في اول ربع ساعة تلت ساعة لو التلات ارتكاز هم جايش هاي الحد ومنزل الرابع حتى لو بعد تلت ساعة مانول جوزي كان لما بيجي يعمل حاجة وخلاص عايز يعلعب بالطريقة دي ممكن بعد تلت ساعة يقوم جاي مغير صحيح طالما الطريقة مش ماشية مثلا او فيها الدنيا ما قفلة من كذا حتة او حاجة بس مش حتضيع شط لا مش حتضيع شط ليه وانت ممكن تكسب بالطريقة دي او ممكن تلعب بالطريقة دي انت عدد اسلام المطش المحل بتاعنا ايه مشكتلة وحيدة فيه ان الطريقة دي بتحتاج لها بكرة على الارض كتير والملعب العشب بتاعه مش متوازي لها حتة عالية وحتة تواطية فمساعلة التمرير حد ما فيها قزمة وهنا ممكن اعتقد ربما برضو يبقى عندنا الحل التاني الحمد وده نحن معنا سقوات كويسة نحن ممكن في شوط تنهاء قد لنسا كنت هقول لك هل ستة عندك يعني عندك حلول يعني انت ممكن دلوقتي بتتكلم في كده صح ممكن تلاقي بيفكر ان هو التلات مطشاط اللي جاية حيلعب اربعة اتنين اربعة اتنين اربعة اتنين تلاتة واحد زي ما كنا محتارين قبل مبارات الزمالك وكريم انا احنا قلنا في كذا خطب لا وكمان ملعب غازل المحلة اذا شوط الاول احنا فعلا لقينا ان فيه ازمة في مسألة التمرير ومسألة الاستحواز ايبقى انا شوط تاني اوفر الوقت والجهد على نفسه وحط تنقص حربة في داخل مطلط الجزاء والعب على الكرات العرضية لان هي دي ازمة في ملعب غازل المحلة انا في وجه تنظر فعلا ان شاء الله عفوا مباريات كتيرة جدا لها لا الفرق اصبح يعني عارف انت حتى لما بتجي تتفرج على المباراة في التلفزيون بتبقى مبسوط صح مش كل الماتشات طبعا لكن على الاقل 70% من الماتشات وده ما كانتش بيحصل في الاول انت كنت متفرج على مباراة الاهلي وشكرا ويعني مباراة كمان جنبها ولا حاجة وخلاص لكن دلوقتي بتتفرج يعني على رغم ان هما ماشوا علاء نوح لكن كان عامل مباريات جيدة وبالتالي لا عايز تشوف يوتشير عايز تشوف بقية الفرق اللي موجودة وبالتالي الماتشات كلها حلوة وده يخلينا نروح للتشكيل المتوقع للمقاولين العرب التشكيل المتوقع للمقاولين طبعا هو كابتن نعمات انحاس هلعب 4-3-3 يعني نمسح 4-3-3 طبعا الارب لو انت عايز حجم الفيديوهات دي لا لنستعرض تشكيل المقاولين المتوقع تمام اول حاجة في حراسة المرمى محمود ابو الصعود الاقرب محمود ابو الصعود باسم علي باك رايت فاروق كابوري المساك ناحية اليمين محمد سمير المساك ناحية الشمال بعد سيلعب مكان حسن الشام اللي اخد كارت احمر في المباراة الاخيرة التلاتة الارتكاز احمد مجدي وعبدالله ياسين وجبنا تلاتة الارتكاز بتوع الماولين العرب لويس نستروزا ناحية اليمين محمد حمدي زكي قدام وجون اكولي المهاجم النيجيري او عمر بسام طبعا طريق فكر كابتن عباد النحاس اكيد يعني 4-3-3 هيقرب المساحات في منطقته حيلعب دفاع منطقة ويحاول يعتمد على سرعات لويس نستروزا في ظهر معلول هنا لازم ومحمد حمدي زكي طبعا بس محمد حمدي زكي بيخش ليه العمق اكتر يعني بيخش الجوة لويس نستروزا بيلعب على الطرف في ظهر في المساحات اللي وراء علي معلول لازم ايمن اشرف هنا يرحل شوية مع حمدي فاتح لما يسقط لو لعبنا بالتلاتة وراء لازم ايمن اشرف يكون واخي التعليمات بالترحيل عشان المساحات اللي حاول هو ده اللي بتكلم فيه عشان كده انا بشوف ان الانسب انه يلعب بتلاتة وراء يعني عشان هما 3-4 كرات ممكن في المطش كله بس هما ممكن يخشوا فيه جنيم مثلا منهم لا قدر الله ولا حاجة وبالتاني انت لما تلعب تلاتة وتأمن واحد يمين واحد شمال واحد في النص لا بتبقى حتى لو على خط واحد بتديك حماية للعمق الدفاع عليكت مشكلته العمق الدفاع اللي كانت موجودة السنة اللي فات نعم بالزرح فالويسن ستروزا بيتحرك في المساحات اللي وراء علي معلول ومحمد حمدي زاكي هنا وهنا المهاجم النيجيري مهاجم كويس وقوي بدنيا برضو انا شايف انهم عندهم مشاكل دفاعية واضحة جدا في قلبين الدفاع فاروق كبوري كرتو على الارض وحشة جدا سهل ان انت تضحك عليه محمد شريف في المبارات الدور الثاني اللي فات عارف يضحك منعرف برضو مستوى عامل ولكن انا شايف ان مشاكل المقاولين في العمك الدفاعي وان انت تقدر تختارك من العمك الدفاعي والكرات العرضية اعتقد انها تبقى اسلاح مهم والهدف المبكر في المبارات الجاية للأهلي حيرايحنا كتير انا وجهة نظري ان هو المفتاح للمبارات القادمة تحديدا هو الهدف المبكر